لتحقيق الاستدامة المعرفية والنهوض بثقافة القراءة ولكي تصبح القراءة ثقافة يومية لدى الجميع نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدخل ودي الدهب لقاءا جهويا لتفعيل خارطة الطريقة وتنزيلا لأهدافها الرامية إلى اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات بشكل عام واللغتين العربية والأمازيغية على وجه الخصوص نحن الآن بصدد تدارس برنامج القراءة الوطني ومشروع القراءة الوطني وهو مشروع من طبيعة الحال غايته توسيع القراءة وتدعيم القراءة باللغة العربية وخاصة معانقة الكتاب هذا اللقاء التربوي يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدخل ودي الدهب للتحسيس بأهمية المشروع الوطني للقراءة وتسليط الضوء على جوانبه التنظيمية والتقنية نحن هذا اليوم بأكاديمية الدخل ودي الدهب ننظم لقاء جهوي من أجل تقاسم مخرجات هذه الورشة ومن أجل تحفيز سيدات والسادة منصقات الأندية وأيضا المدير ومديرات المؤسسة على انخيرات في هذا المشروع المشروع الوطني للقراءة يتوخى تكوين ناشئة قارئة للكتاب ومستفيدة من كل فوائده ويهتم بالتلميذ القارئ والأساد القارئ والأطر المتدربة بالمراكز الجهوية لمهال التربية والتكوين للمساهمة في توسيع فئات المعنيين وإحداث نغضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع المغربي لتحقيق استدامة معرفية تسهم في جعل المملكة في الصدارة ثقافيا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها